وفخامة الرئيس استقبل النهاردة وفد سوداني من المشاركين في مؤتمر القوى السياساء والمدنية السودانية اللي بتستضيفه مصر فخامة الرئيس أعرب عن أو يعني خلال هذا اللقاء عن تقديره لاستجابة المشاركين للدعوة اللي عملتها مصر اللي هذا المؤتمر اللي بنراه مؤتمر بالغ الأهمية الشعار بتاع هذا المؤتمر مع الوقف الحرب في المطلق فالتقف هذه الحرب فالتسكت البنادق احنا بنتكلم على لحظة تاريخية فارقة بيمر بيها السودان الشقيق الرائع العظيم هذه اللحظة الحقيقة بتتطلب تهيئة مناخ مناسب لتوحيد رؤى السودانيين نحية ازاي نقدر نوقف الحرب الرئيس شدد على أنه مصر لن تقلو جهداً لن تدخر أي محاولة في سبيل رأب أي صدع ما بين مختلف الأطراف السودانية ووقف الحرب مصر ده كلام الرئيس تسعى بمنتهى الجدية بمنتهى الإصرار لضمان عودة الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني بيأكد الرئيس على أنه لازم كافة المساعي كافة المساعي مرة كمان كافة المساعي وظل الكلام مفهوم أن احنا نوصل لحل سياسي شامل طيب الحل السياسي ده إيه الهدف منه؟ الشعب السوداني لدي تطلعاته لازم الحل يلبي تطلعات هذا الشعب لازم هذا الحل ينهي أزمة عميقة متعددة الأبعاد بيعيشها السودان لازم هذا الحل يعني يقدر يشتغل على أنه مش هقولي يا تلافة ولكن يحل أي تداعيات كارثية على مختلف الأصعيد وهي سياسية واجتماعية وإنسانية واقتصادية بطبيعة الحال يعني يا جماعة احنا نتكلم على بلد كبير ومهم وبالغ الثراء فيما ورده إلا 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 ربنا سبحانه وتعالى منحهاله ولدي أيضا مورد آخر قال وهو المورد البشر كنت لسا أكلمكو يا جماعة السودانيين شعب قارئ شاطر طيب زكي السودانيين شعب مثقف عند وعي عظيم فعلا مش هزار طيب في ختام مؤتمر القوى السياسية والوطنية السودانية الحقيقة فإنه أهلينا وأشققنا أصدقائنا السودانيين بيتوجهوا بالشكر لفخمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ولكل المصريين على مسندة السودان وشعب السودان في هذه الأزمة اللي بيمر بيها اشتركوا في القناة